أعلن معالي الشيخ محمد بن خليفة الخليفة وزير النفط الهيئة الوطنية للنفط والغاز تدرس حاليا تنفيذ مشروع خسخصة قطاع محطات خدمات الوقود التابعة لمحطة البحرين بابكو وبحيث تناط إدارة وتطوير محطات الوقود التابعة لشركة بابكو بحسب المواصفات والمعايير العالمية إلى شركة مساهمة جديدة تابعة للشركة القابضة للنفط والغاز ووضح أن أنشاء هذه الشركة يأتي لتحقيق العديد من الأهداف بينها مواكبة الزيادة المضطردة للاستهلاك في السواق المحلية مؤكدا أن العمل جار حاليا لإتمام إجراءات تسجيل الشركة وأشار وزير النفط إلى أنه يوجد في مملكة البحرين ما مجموعه 52 محطة مرخصة منها 45 محطة وقود برية للسيارات وسابع محطات وقود بحرية للقوارب موزع على مختلف مناطق البلاد وقال إنه سيتم التعاون والتنسيق لتوفير مواقع مناسبة لإقامة محطات خدمة وقود في مختلف مناطق المملكة بحسب المواصفات والمعايير العالمية بين كل من الهيئة الوطنية للنفط والغاز ووزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني ووزارة الإسكان وغيرها من الجهات ذات العلاقة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر